متعلمي الصغار السلام الله عليكم مرحبا بكم في قناتي أبخاندغ أبيكسانا إذن اليوم كما وعدتكم سوف نقرأ حكاية بين نحلة وذبابة للمستوى الأول ابتدائي وبعد ذلك سوف نجيب على الأسئلة إذن نبدأ على بركة الله بين نحلة وذبابة كانت دبابة تبحث عن غذاء ذهبت إلى مزبلة ثم غادرتها ودخلت ظهرا إلى مطبخ منزل فوجدت صرصورا داخله قال لها مرحبا بالضيفة العزيزة هنا أغذية لذيذة نسي أصحاب المنزل لغطاءها خدي ما تشتهين أكلت الدبابة والصرصور حتى شبعا غنى الصرصور ورقصت الدبابة فرحا فجأة داخ الصرصور وانقلب على ظهري قالت له الذبابة إنهض هل ترقص معي؟ لا أنا لا أستطيع قد أصابتني رشة مبيد للحشرات فزعت الدبابة وفرت من النافدة كانت نحلة نشيطة تجمع رحيق الأزهار في البساتين والحقول لتصنع منه عسلا لذيذا وفي طريق رجوعها إلى خليتها رأت الذبابة تتخبط من الآلام اقتربت منها وسألتها ما بك؟ أجابتها بصوت مختنق كنت أنا وصديق الصرصور نتنقل داخل مطبخ بين أغذية وفواكه لذيذة وخضر طازجة فأصابتنا رشة من مبيد الحشرات فمات الصرصور ففزعت وهربت بصعوبة وأنا الآن أحس بوجع شديد أنقذيني قطرت النحلة قليلا من الرحيق في فم الدبابة وقالت هذا رحيق فيه شفاء لك ابلعيه وانطدريه قليلا وستصرين بخير رأت فراشة ضريفة النحلة تسعف الذبابة فخاطبتها اتركيها إنها ذبابة قذرة تؤدي الناس لا تسعفيها فهي تنقل الجراثيم والميكروبات من المزابل إلى الأطعمة فيمرض الأطفال بسببها فهل تستحق المساعدة؟ لا ولكن بعض الناس أيضا يرمون النفايات والقاذورات في الشوارع ولا يحافظون على النظافة إذن الآن سوف نمر إلى الإجابة على الأسئلة أستثمر حكايتي ألون بطاقة الحشرات النافعة بالأخضر وبطاقة الحشرات الضارة بالأحمر هناك النحلة الذبابة الفراشة الصرصور إذن النحلة هل هي من الحشرات النافعة أم من الحشرات الضارة؟ هي من الحشرات النافعة فهي تعطينا العسل إذن سوف ننولها باللون الأخضر الذبابة هل هي من الحشرات النافعة أم من الحشرات الضارة؟ لا هي من الحشرات الضارة فهي تنقل الميكروبات إلى الإنسان إذن نضع نلون بالأحمر الفراشة الفراشة هل هي حشر نافعة أم دارة؟ الحشرة إذن الفراشة حشر نافعة إذن سوف ننولها بالأخضر الصرصور الصرصور فهو حشر ضارة فهو مليء بالميكروبات فهو ينقل الميكروبات والجراتيم إلى الإنسان إذن أضع علامة أمام الأمر الذي وجهت الفراشة للذبابة إذن سوف نقرأ الجمل ابتعد أيتها الذبابة القضرة عن الطعام ابتعد أيتها الذبابة القضرة عن الزهرة ابتعد أيتها الذبابة القضرة عن العصير إذن ما هي الجملة التي استعملت في الحكاية؟ ابتعد أيتها الذبابة القضرة عن الطعام إذن سوف نضع علامة أمام الجملة الصحيحة التي ذكرت في الحكاية أمر إلى السؤال الموالي ماذا قطرت النحلة للذبابة؟ أضع علامة في قرص الجواب صحيح قطرت النحلة للذبابة الماء قطرت النحلة للذبابة الرحيقة قطرت النحلة للذبابة الحليب للذبابة هناك خطأ صوف أضع الضم للذبابة إذن دائما قبل الإجابة على الأسئلة يجب فهم الحكاية يجب قراءة الحكاية قراءة جيدة وفهم مضمون الحكاية إذن ماذا قطرت النحلة للذبابة؟ قطرت النحلة للذبابة الرحيق نعود للجملة التي ذكرت فيها بأن النحلة قطرت للذبابة الرحيقة قطرت النحلة قليلا من الرحيق في فم الدبابة إذن الجواب صحيح نمر إلى السؤال الموالي أكون من المقاطع التالية أربع كلمات ثم أكتب كل كلمة بجانب الصورة المناسبة لها هناك حرف با رن ذو با بن زي ما ظن طن مو ري إذن الصورة الأولى تدل على ماذا؟ ممرض 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 إذن أخذنا المقاطع من هنا وركبنا منها كلمة إذن هنا ممرض صورة الثانية زر زر صورة الموالية ذباب دباب والصورة الأخيرة بط 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 أقرأ ثم ألوّن أقرأ الكلمات التي بها حرف الزاي أو الذال سوف أقرأ الكلمات زرافة طماطم زرزور ذئب ذرة مثر ضباب مدياع سطل ماذا طلب مننا في السؤال؟ أقرأ ثم ألوّن أقرأ الكلمات التي بها حرف الزاي أو الذال زرافة هل هناك حرف الزاي أو الذال؟ نعم إذن نلوّن باللون كما تريدون طماطم هل هناك حرف الزاي أو الذال؟ لا زرزور نعم هناك حرف الزاي مرتين إذن سوف نلوّن باللون مختلف بالأخضر ذئب هنا حرف الزال إذن سوف نلوّن بالأخضر ذرة 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 إذن هنا حرف الزال مطر هل هناك حرف الزاي أو الذال؟ لا لا هناك حرف الزاي أو الذال ضباب ضباب هل تلاحظون في هذه الكلمة هل هناك حرف الزاي أو الذال؟ لا مذيّع مذيّع نعم مذيّع هناك حرف الزال وفي الأخير عندنا سطل إذن ليس هناك حرف الزاي ولا حرف الزال سؤال أخير أشطب على السلوك القبيح في الصورة الأولى ماذا يفعل هذا الطفل؟ يرمي النفايات في الشارع يعني في الأرض فهذا سلوك قبيح إذن سوف نشطب على السلوك القبيح لأنه ليس بالسلوك جيد لكي نضع ماذا قلنا هنا؟ السلوك القبيح هو أن هذا الطفل يقوم برمي النفايات إذن النفايات نرمي بها في قمامة النفايات وليس في الأرض إذن هذا يسمى سلوك قبيح الطفل ترك الماء يضيع إذن هذا سلوك قبيح لا يجب أن نفعله إذن سوف نقوم بتشطيب على هذا السلوك القبيح لا يجب إضاعة الماء وفي الأخير في الأخير الصورة لدينا طفلة تسقي الأشجار فهذا سلوك جميل سلوك جيد كما ترون في الصورة الطفلة تقوم بسقي الأشجار فهذا سلوك حميد إذن انتهينا لقد قرأنا حكاية بين نحلة وذبابة قمنا بالإجابة على الأسئلة إذن أتمنى أتمنى لكم التوفيق عزائي الصغار وأضرب لكم واحد إن شاء الله في الأسبوع المقبل ومرحبا بكم دائما في قناتي أبخاندر أبيك سنة مع السلامة حفظكم الله ترجمة نانسي قنقر